السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلو وسلم وباركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه المهمين ازاكم يا سنة تانية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو المنتظر اللي انتو بتحبوه اللي هو فيديو الحال. اه هنحل مع بعض النهاردة تيست عنيانة ايت. هنحل متحان على الوحدة التمنى. تمام? وهنحل كمان كويس كده سريع على الوحدة السبعة والتمنى. نرجع عليهم. تمام? فتحالوا ونبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا احنا المرة اللي فاتت بقيتنا عند اه الامتحان اللي هو خمسة وآه على الدرسان خمسة وستة. تمام? وقلنا الفيديو الجاي هيبقى بارة عن حد. فهنبدأ اول حاجة كده بيقول لي هنا تستغانيانة ايت. اه متحان على الوحدة التمنى اول حاجة اللي سنين زي ما انت عارف. هنقرأ الاسم مع بعض وبعدين هنجيبه من ورا. بيقول ايه? آآ لسنا هنشوز the correct answer from ABC already. number one. سارا needs food that gives her energy, sweets, fats, luck. سارا goes not every day. swimming, running, shopping, diving. سارا is one is on the school not team. football, chess, tennis, athletics. she eats not healthy snacks. many, a lot of, a few, enough. هنقرأ بقى من ورا وانت اسمع وحل ورايه على طول. تمام? طبعا اللي اسم بيبقى من ورا. خلي مسلا موما او اخوه يقرهو لك وانت ايه? ورا بقى وتشتغل. اهو. بيقول ايه? سارا is on the school athletics team. she goes running everyday. she needs food that gives her energy. like rise and pasta. she also eats a few healthy snacks like nuts. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف من هنا سهلة جدا وبسيطة. بتاكل الاخل وبيديها ايه? هتبقى energy. طيب بعد كده هي بتعمل ايه? she goes running. بتجري كل يوم. طيب وهي في الايه? تمام? وبتاكل بقى a few healthy snacks. بتاكل الوجبات صحية قليلة. هنا بقى بيقول ايه? اول حاجة كده بيقول ايه? هدا is talking with the famous about food. هدا بتكلم لميس عن الاكل. لازم تقرأ السطر ده عشان مهم جدا. وهو ده اللي بيبقى فيه مفتاح الحل. تمام? طيب. تعالوا نشوف. بيتقول لها ايه? do you like food? هل انت بتحب الطعام? رح تردت عليها. وبعدين سألتها سؤال تاني. قلت لها انا بحب الرز والمكرونة. سألتها سؤال تاني. قلت لها because they give me energy. هو بيديني طاقة. بعد كده قلت لها are you allergic to any kind of food? قلت لها انت عندك حساسية من اي حاجة? هنشوف ترد عليها ايه? قلت لها what foods are you allergic to? قلت لها ايه الطعم اللي انت عندك حساسية منه? طيب اول حال كده بتقول لها do you like food? هل انت بتحب الطعام? فهتقول لها ايه? yes. I do? او yes sure. تمام? او yes of course. اي واحدة منهم. سألتها سؤال قلت لها I like rice and pasta. الرز والمكرونة غرق عاكل. فتسأل عنهم ايه بوط? فهتقول لها ايه? ايه نوع الاكل اللي انت بتحبيه? اهو? ممكن انه قل لها what kind of food? او what food? وال I like هنا عشان تجيب منها الفعل المساعدة فعل في المصدر. يبقى الفعل المساعدة على طول do. وال I هتتحول you. يبقى do you like. قلت لها what food do you like? ايه? الطعم اللي انت بتحبيه فقد لها الرز والA والمكرونة. بعد كده سألت هقلت لها عشان بيديني طاقة. ادام عندك كلمة because يبقى لازم تسأل boy. تمام? طيب هتقول لها ليه انت بتحبيهم? اه كلمة ليه انت بتحبيهم برضو من نفس الكلام do you like? يبقى هتقول لها why do you like? هتكتب rise and pasta او zim. ليه انت بتحبيهم? يبقى why do you like? يبقى احنا ممكن نكتب rise and pasta تاني هنا. ممكن اقول why do you like it? او zim. عادي. مفيش مشكلة. تمام? طيب. رحت قلت لها هل انت عندك حساسية من اي نوع? هتقول لي اه يا لأ. طب هنا قلت لها ايه نوع الطعم اللي انت عندك منه? هتسايا يبقى هتقول لها فعلا انا عندي حساسية فهتقول لها yes I am. تمام? طيب هنا what foods are you allergic to? حتى اي نوع من الاكل. اه ليه مثلا تكون الواحد عندك حساسية من وزي النطس زي المكسرات زي مسلا السيفود الاكل البحري. تمام? فهتقول لها اليو الاريو بقى اليو هتتحول اي. تمام? والار هتتحول ام. كتير انا قلت ان الاريو بتتحول ام. يبقى هتقول لها I am allergic to يعني انا عندي حساسية to مسلا c food اللي هو الطعام البحري. او allergic to nuts. تمام? اي حاجة ممكن تكتبها عادي. طيب تعالى بقى read comprehension وبيقول لي read the following and answer the questions. بيقول لي هنا اي? if you want to be healthy. لو انت بقى عايز تبقى صحي. you should eat some of all types of food. لكن لازم تاكل كل مع الطعام. we need to drink eat glasses of father everyday. لازم نشرب 8 كبات مية كل يوم. they reproduce like milk and cheese بقى استو. بيقول بقى ان منتجات القلبان زي اللبن والجبنة ده بتساعد جسمنا عشان اه بتساعدنا عشان يبقى عندنا strong bones عصام قوية. meet cheese and nuts have protein in them and we need protein to have a strong body. اللحمة والجبنة والمكسرات كل ده اللي فيهم بروتين. طب احنا محتاجين بروتين في ايه? عشان يخلي جسمي قوي. تمام? يبقى كل حاجة ليها الحاجة بتاعتها. طيب تعالوا الناحية التانية بتقول لها ايه? a lot of sugar is bad for your teeth. طبعا السكر الكتير اه ضر الايه لازن examples of healthy snacks or fruits or nuts. بيقول لك هنا مثال للوجبات الصحية السريعة اللي هي المكسرات بقى والايه والفكهة. people need to eat five or two ten pieces of fresh fruit and vegetables everyday. بيقول لك لازم الناس محتاجين يأخلوا من خمس لعشر آآ قطعة من الفكهة او الخضر يوميا. people often like fast food because it has lots of fat and sugar in it. بيقول للناس غالبا بتحب الطعام الفاست ده اللي هو آآ الطعام السريع. بتقول لي لان هو في بيبقى في دهون كتير وسكر كتير. food is uh healthy and good for you when it is fresh. بيقول لك الاكل بيبقى صحي ومفيد ليك لما يبقى fresh. يعني fresh يعني لسه مطبوخ. مثلا فكهة fresh يعني لسه آآ مقطوفة مثلا من على الشجرة. لكن الفاست فود ده طعام معمول من قبل كده. وبيتسخم بس يبقى كده ضر لينا والحاجة اللي فيها sugar and fat and salt unhealthy. هنا بقى اول سوال بيقولك what is the best title for this passage. بيقول لك ايه? اللي العنوان المناسك للقطع دي. ممكن نقوله how to be healthy. ازاي تكون صحي ده انسب آآ عنوان لها. تمام? how to be healthy. ازاي تكون ايه? صحي. how to be healthy. تمام? طيب بعد كده بيقولك give examples of healthy snacks. ايه هي healthy snacks? قالك ايه? fruit and nuts. هنقوله healthy snacks. اهو. لازم nuts. ممكن تكتب كمان الخضروات. ممكن نكتب fruit, nuts and vegetables. كله صح. هنا بيقول ايه? why do you think we need the reproductive? ليه? احنا محتاجين منتجات الالبان. بص معايا كده اللي قاردها في الاول. اللي تجيب بقى من السؤال. we need. ممكن تكتب ديري بردكتس. وممكن تقول. we need. زيب عادي. اهي. ديري. بردكتس. to have strong bones. تمام? اهو. to have strong bones. تمام? واضحة كده معكم الاجابة. تعالوا بقى نشوف مع بعض. بيقول the word. is the opposite of the underlined word strong. بيقول كلمة ايه من دول? هي عكس الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي strong. strong هيبقى عكسها ايه من هنا strong? يعني قوي. هيبقى عكسها serious ولا weak ولا active ولا lazy. طبعا هتبقى weak. ضعيف. the underlined pronoun it refers to it. اللي احنا اه ارانوها هنا اهي. بيقول هنا ايه. people often like fast food because it. الناس بتحب الطعام الصحة عشان هو فيه سكر ودهون كتير. يبقى هو الكلام راجع على الايه? الفاست فود. تمام? يبقى اجي هنا كده وعمل search. لعن الفاست فود. بعد كده بيقول meat is an important source of. بيقول اللحمة مصدر مهم الايه? protein, carbohydrate, salt, vitamin. هتبقى protein. تمام? طيب. تعالوا بقى نختار على الكلمات والقعدة. بيقول ايه? you can pour little not on the salad. بيقول ممكن تصوب بايل? قليل من ايه على الصلطة? خلي براك حاجة تتصاب. salt ولا oil ولا fruit ولا vegetables? يبقى طبعا الاويل. الزيت. courage to need to be not cut into small pieces. بيقول لي ان الجزر محتاج يتقطع الى قطعة ايه? صغيرة. يبقى chopped. واحنا اخدناها في سنة خامسة الكلمة دي. chop vegetables يعني يبقى خضروات. I like cakes with not in them. بحب الكيك اللي في ايه قوة? meat ولا vegetables ولا nuts ولا صلاة? طبعا هتبقى nuts مكسرات. fruit and nuts are examples of healthy. هتبقى طبعا سناكس. خلي بالك. شايف الكلمة الليقولها snakes اللي تعبين? snails الكواكع وسيلز يعني يبحر. هنا نقطة بقى your food in the fridge. بيقول لك. احفظ الاكل بتاعك في التلاجة. هتبقى break ولا boil ولا free ولا keep. طبعا هتبقى keep. احفظ. طبعا الناحية التانية. بيقول هنا ايه? 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 نقطة سناك. الاسفنج ده اللي هي كانت اكلة مغربية. كانت salty ولا sweet ولا spicy ولا juicy. فاكرين الاسفنج اللي قلتلكم كان شبه دونوت كده. تمام? فهو طبعا ايه? مش هيبقى حاجة اه حدقة ولا spicy يعني فيها توابل او حرائة ولا juicy juicy زي البطيخ كده يا ولاد في مياه كتير. فده طبعا هيبقى ايه? sweet. تمام? لان هو كان شبه الكيك. رقم سبع بيقول لك is very sweet and juicy ولا salty ولا windy ولا terrible. طبعا هيبقى juicy. ايه روجاك كان في عندونيسيا في ماليزيا وبيقول لك ان هو كان حلويات كده ايه? ايه? ايه مسكرة وجوسي كان فيها عصارة او مليئة بالعصارة. انو ات you like to have some juice or no things. هتبقى could ولا wood ولا shell ولا كان. احنا قلنا عشان نعمل اقتراح او recommend يعني recommendation يبقى wood. قلنا ده تعبير على بعضي. would you like to? وبعد تو بنجيب الفعل في المصدر. رقم تسعة هنو قطتش ازا machine with with hands. بيقول لك ما ينفعش تلمس الالة وادك ايه? مبل ولا. يبقى don't. لان ده فعل امر. I like my tea with not a sugar. بحب الشاي بتاعي بسكر ايه? a few. ما ينفعش لنا السكر لايه وعد. طب مني? بعد ما ينفعش a lot. لازمي يجورها اوف. يبقى فيش غير الاتيل. يبقى انا بحب الشاي بتاعي وسكره ايه? ولا ايه? طيب الكوريكت بيقول. I haven't seen some tigers and vazu. طيب هنا انا عندي النافي. فاحنا قلنا النافي يبقى any. نفي وسؤال تبقى any. يبقى I haven't seen any tigers. don't eat too much cakes. لا. too many cakes. his bag is light. it has a little box. لا. a few box. بيقول شنطته خفيفة ده مع كتب ايه? ولا يلم. there is a few tea in the cup. لا. a little. لان الشاي لا يعد. تمام كده. طيب اخر حاجة طبعا انت هتكتب عن الطعام الصحي. تعالوا هنا بقى بيقول stop here. the minute stay on unit 8 for الازهر student. اللي هما طلاب الازهر. بيقول سبلايزة مثل portish ends of following two many dialogues. زي هنكمل النقص في المحاكسات الصغيرة دي. ما نهمش علاقة بعد خلي بالك دل واحدها ورقم اتنين لوحدها. هنا محمد وسامح بيقول would you like some juice? هل تحب بعض العصير? الاول هتقول له. اه لو معفق هتقول له ايه? yes please. لو انا مش معفق هقول له no thank you. فانا هكتب لكم السهلة عليكم. اهي no thank you. عايز تكتب yes please اللي انت حافظها هكتبها. هنا بقى اعلامة استفهام بيقول له you should eat healthy food. اول ما تلاقي اولاد you should be the nصيحة. يبقى السؤال تحفظه على طول. what should i do? what should i do? اول ما تلاقي يوشوت تحت يبقى السؤال على طول what should i do? اهي. قال له هعمل ايه? what should i do? فهيددله نصح على طول. بعد كده هنا هتكتب عين healthy food خمس جمل بس. الاختيارات بيقول ام انا ضايت. يعني انا ماشي على نظام ونظر زي ايه. so i have not sugar. عشان كده باكل سكر قول عليه يبقى a little sugar. i wasn't surprised. i had read about it. بيقولها ما كنتش مندهش انا كنت قارت عنه قبل كده. يبقى after or the end. the future or before or the then. يبقى before. i had read it before. قارتها قبل كده. نقات negative. be negative ولا never negative ولا don't negative ولا never be negative. هتبقى never be negative. اه واحد تكون ايه سلبي. اه don't لازم يجي وراها بفعل. لكن هنا دي سفى يبقى don't be. what do you have from the reproductus. احنا بناخد ايه من مندجات الالبان. فيتامينز كالسيم. اه salt ولا بطر. طبعا احنا بناخد كالسيوم. تمام. اللي هو الكالسيوم بتاع العض. my mother knew at me with a new laptop. بيقول ماما عملت ايه بال لابتوب الجديد. عفست ولا سوربرايزد ولا اردرد ولا كوم. هتبقى سوربرايزد مي. يعني ايه ده هشتني باللابتوب الجديد. الصفحة بقى اللي بعدها كوزة على الواحدة السبعة والتامنة. بيقول برتقان دول فكهة ايه? هتبقى جوسي. يعني ايه جوسي? يعني فيهم معصرة فيهم مية كتير. if you not enough money you should buy this car. it's very cheap. بيقول لو انت معك فلوس. اه لو انت يعني عايز تنفق الفلوس بتاعتك. يبقى هتعمل ايه? اشتري العربية دي ده رخيصة. يبقى if you lost enough money ولا spend ولا ويست ولا ويت. هتبقى spend enough money. تمام? والناس بنت بتيجي مع الماني والطايم. هنا بقى would you like نوات كوفي. هل انت بتحب القهوة تبقى فيو ولا ايني ولا لط ولا سم? هتبقى سم. احنا قلنا would you like? يبقى سم بتيجي مع would we could. او كان. اه رقم خمسة وات نوات if i have a headache. اعمل ايه? لسا علا لك عليها what should i do? يعني what should i do? يعني اعمل ايه? لما يبقى عندي صدع. بطلب نصيحة. ا نوات has two wheels and an engine. بيقول عنده عقلتين ومحرك. يبقى ايه? mother bike. اللي هو الموتوسيل. what is the note of coming late today? بيقوله ايه هو السبب اللي خلق تجي متأخر يبقى what is the reason for? sitting in the sun for an hour نوات me warmer. يبقى made me warmer. بتجعلني ادفى. my brother like is not sure in his teeth. not much. مش كتير. يبقى a little. تمام? you have a problem. you should tell your parents or teachers. بيقول اه لما يبقى عندك مشكلة لازم تقول ببقى او اه امامتك يعني او المدرسين. يبقى where or what? ولا وين ولا ويل? يبقى ومراجعة على سبعة وتمانية وامتحن الاصغر الشريف. تمام كده? لو عايزين بقى اي حاجة تكتبوا في الكومنتات. واشوفكم على خير في الواحدة التسعة ان شاء الله في فيديو الجاي. وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.